يا دكتور يعني معظم الناس بتعاني من وش شاحب فيه اسفرار الجلد باهت أو الجلد غامق هل يا دكتور الحالات دي ينفع لها الفريكشن ليزر ولا ليها حاجات أخرى مستخدمة هم دول عاوزين ريجوفينيشن ريجوفينيشن يعني ايه نظارة النظارة الفريكشن ليزر اللي هو النوع الأولاني ينفع فيه اللي هو ايه جامب اللي هو ايه السوبر فشالي ده ينفع في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عنه ده بس بجانبه ممكن نعمل ميزو سرابي ميزو سرابي للسكن فورويتينج اندريجوفينيشن بعض المواد منهم جلوت السيون أهم مادة فيهم جلوت السيون فيتامين سي الكلام ده كله بيعمل رفريش منت للسكن في الدرمز والإيبا درمز فقط دي بتكون يا دكتور حقني بتكون إنجكشن للبشرة ولا بتكون حاجة ظاهرة لا لأ لكوليزد حقني تحت الجلد لكوليزد أبليكلي بنسبة 45 درجة ديجري طب هي الفرق يا دكتور ايه ما بينهم وبين الفيلر يعني الفيلر ده فوليوم ده بيكبر فوليوم سواء فوليوم الشفايف فوليوم الخدود ليه أماكن معينة الكنتور بتاع الخد وهكذا أما التجايد مثلا ممكن يعمل في الفاين رينكلز يملأ في الفاين رينكلز أما الميزو السرابي للنظارة ده لا ده فيتامينز مالتي فيتامينز للجلد عشان يدوله نظارة يعمل له نيتريشن يجري يدله بلط صبري كتير يجري الدم فيه وهكذا